قوات الجيش الوطني الليبي تواصل تقدمها في مناطق جديدة مع استئناف العمليات العسكرية ضد القوات الموالية لحكومة الوفاق جديد المواجهات بين طرفين نزاع كان جنوب العاصمة طرابلس معارك عنيفة دارت في منطقة وادي الربيع استخدمت فيها أسلحة مختلفة ومالت كفتها لصالح الجيش الوطني الليبي وفقا لمصادر عسكرية المصادر ذاتها أضافت تقدم الجيش الوطني الليبي أيضا في منطقة الكسارات على حساب قوات الوفاق ويبدو أن المعارك في ليبيا لم تستثني مطار معتيقة الذي أعلن عن إغلاق مجاله الجوي عدة مرات بسبب استهدافه بصواريخ وعادت إدارة المطار للإعلان مرة أخرى عن توقف العمل فيه بعد إعادة افتتاحه بوقت قصير بسبب سقوط صواريخ وتحويل مسار الطائرات إلى مصرطة وفي وقت سابق أعلنت قيادة الجيش الوطني الليبي استهداف مستودعات في مطار مدينة زوارة غربي البلاد قال الجيش الليبي إنها تستخدم للطائرات المسيرة التركية وتخزين الأسلحة للقوات الموالية لحكومة الوفاق القصف أسفر عن تدمير المستودعين بشكل كامل وفقا لما أعلنه الجيش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر